تبينت مؤشرات البرصة المصرية بختام التعملات حيث ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيا مدفوعا بصعود عدد من الأسهم القيادية خسر الرأس المال السوقي نحو مليار وثمانمائة وعشرين مليون جنيه ليغلق عند مستوى تسامات وخمسين مليار وثمانمائة مليون جنيه ارتفع مؤشر اي جي اكس ثلاثون بنسبة ثلاثة عشر من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى أربعة عشر ألفا وخمسمائة وإحدى وأربعين نقطة بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس سبعون بنسبة اثنين وثلاثين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى ألفين وسبمائة وثمانين نقطة وهبط مؤشر اي جي اكس المئة بنسبة ثمانية وثلاثين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى أربعة ألاف ومئة واثنتين وعشرين نقطة